يعني لأسأل عن مواعيد الشغل أو العمل بالمصنع يعني ما هي أوقات أو مواقع العمل في هذا المصنع فبيكون الجواب العمل بيبدأ الساعة 8 ونخلصه الساعة 16 أوكي رح ننتقل على المواقف سويني يا جميل أوكي أوكي هلأ المواقف طبعا هوني عندي مواقف ولكن كل إجاباتها صح كل الإجابات اللي رح نشوفها لهذه المواقف تعتبر صحيحة أول مواقف تسأل المهندس شو في موجود بقلب المصنع فا كسكي يلدي هو رح يقولك شو رح يقولك هو رح يقولك إليا بكو دماشين في الكثير من المكانات والألات ودن لزين إليا دزووريين أو يعني الإحتمال التاني في دزووريين عمال وفي كمان ماشين يعني مكانات والألات نمیرو دو لجورناليست demande أو ديركتر لجورناليست الصحافي بيس أل مدير المصنع عن الهورير عن مواقعات العمل في المصنع فا كسكي لجورناليست يعني الصحافي شو رح يقول أول شي رح يسأل السؤال اللي هو كالسون لزورير دو ترافاي دون سات يوزين يعني ما هي أوقات العمل في هذا المصنع أو كالر كومانس لترافاي دون سات يوزين يعني أي ساعة العمل بيبدأ هنا في المصنع اللي بعده انت بتسأل المدير مدير المصنع بتسأله لنمبر دي زورير نمبر دي زورير يعني عدد العمال فانت هتقول إيه طبعا هون انت رح تكون عم تسأل لأنه انت سؤالك هو عدد العمال فرح تقول كم بيان دو تورير ياتيل دون سات يوزين كم من الوفرير العمال موجود في المصنع أو كلي لنمبر دورير دون سات يوزين يعني كمان ما هو عدد العمال في المصنع. تُّ دمانDA تُون پير انت بتسأل بابا كالوزين اون بيزيته انهجبت. يعني شو هنه المصانع يلي نحنا فين نزورن بمصر أو بمصر. بابا راح يقلك هايقلك في عنا لزوزين دي تكستيل امحلة يعني مصانع النسيج بمحلة بيقلك كمان في عنا لزوزين دي بواتور احلوان يعني مصانع السيارات بحلوان ولزوزين اتابي العشير من رمضان ما بعرفش هو هيدا المنطقة يمكن فإذا هو مصنع السجاد في العاشر من رمضان عشير ولا عاشر عاشر طيب يعني صديقك الفرنسي بيسألك شو مصر بتصدر بتصدر كسكتولو دي شو بتقولو بتقولو يعني بيصدروا منسوجات وكسك عفوا هوني هو بيقول لك لا والله انا لخبطت يا جماعة صوري نزلت لتحد لزوزين ايجبسين يعني بتصدر المنسوجات يعني مواد زراعية ومنصدر كمان سجاد للخارج هلا سيس تتنفور انت تستعلم عن لزوزين دو محلة عن مصانع محلة فكسكتو دي شو رح تقول اول الشي رح قول كو برودوز لزوزين دو محلة يعني شو بتصنع مصانع محلة حتقولو كمان كسك لزوزين دو محلة فابريك ماذا تصنع وكم بيندوزين الياق محلة كم مصنع يوجد في محلة الانجينيور سبعة دماندوزووريه دو فنير لترافاي المهندس بيطلب من العمال يخلصو شغل كسك لدي شو رح يقول فبيقول الفو كم فينيس لحظوا هوني حطينا مضارع الشك فينيس او الفو فنير سترافاي كم سوى ملاد يعني انا بمعنى اسف لانه هو مريد او جسوي ارى كتسورت افك مو انا مسرور انك انت رح تخرج معي اخر واحدة تيك سبريم تيقو كسك تدي انت بتعبر عن ميولك او الاشيال بتحبه فانت هتقول ايه طبعا رح يكون جامري اتر انجينيور انا بحبكون مهندس او جبودري فيزيتي لزين دي تكستيل بتاعة النسيج بمحلة اوكي طبعا شباب صبايا احنا خلصنا كل اللي عليكن اليوم لاح اعطي دفوار ولاح اعطي شي بس كل اللي عليكن اليوم انكن تحفظوا منيح الفربات اذا بتريدوا بدي يسمعن المرة الجاية بدي الكل يكون حافظن كتير مزبوط تمام تمام يمس طيب يا جماعة حدا حابب بيقول اي شيء قبل ما نقول باي باي لا شكرا يمس يلا شكرا انقلكن بشوفكن على خير ان شاء الله اروفور يا شباب صبايا اروفور اوه ايه اوه ايه اصدك ابعد شوف في درس ما هيك لا لا انا كنت داخل فاهمه اقرها تاني الوحدي بلي ما فهموش اصدك ايه عادي عادي ما في اي مشكلة ما في اي بعتلي كله مثلا رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا يتشر مفهمتون فبس بتقلي ببعتلك يهون وليك كمان في شغلين انا هيدا اليوم هيدا السشن ريكوردر يعني فيها ريكوردر اوكي فرح ابعته المفروض انه ينزل على اليوتيوب فرائب انت اليوتيوب اليوم وبكرة كمان بس عادي يعني بتبعتلي انت ما بدك بقلك يهون بضيقتين كلهم برعب لك يهون ماشي لا ولا وتكره معينك اوكي يلا يا شباب او رف بار سبايا او رف بار